اخيرا وبعد طول انتظار بقى عندنا الكسا سكيل تشغل لنا الادان في الموعيد المزبوطة تبقى للمكان اللي احنا فيه بطريقة اوتوماتيكية تماما الالكسا سكيل دي اللي عملها مبرمج مسلم عايش في امريكا اسمه ساقب خان وهو بصراحة عمل سكيل عبقرية فكرة الاسكيل دي انها بتضيف جرس باب تخيلي لالكسا بحيث ان هي بيتهيق لها انها متوصلة بجرس باب وجرس الباب التخيلي ده بيرن بطريقة اوتوماتيك في مواعيد الصلاة المزبوطة تبقى للمكان اللي انت فيه وبالتالي لما جرس الباب ده يرن انت بتعمل روتين او اوتوميشن يخلي الالكسا تشغل الادان في المعادة المزبوط عشان نعمل الموضوع ده احنا محتاجين نعمل ثلاث حاجات اول حاجة ان احنا نروح على الموقع بتاع smartazan.com ونزبط الستنجز بتاعت السكيل اللي هي بقى نحدد الموقع اللي احنا فيه ونختار الادان اللي احنا عايزينه وبعد كده نوصل السكيل بالكسا بحيث انها تتعرف على جرس الباب التخيلي اللي هو في الحقيقة بيبقى السمارت ازان بتاعنا واخر خطوة ان احنا نعمل اوتوميشن ان لما معاد الادان ييجي او جرس الباب ده يرن الازان يشتغل يلا بينا نشوف ازاي نزبط الستنجز بتاعت السمارت ازان سكيل دلوقتي احنا هنروح على الويب سايت بتاع smartazan.com واول حاجة هنشوفها هي الهوم بيج اللي المبرمج فيها بتاع السكيل دي بيأكد فيها ان السكيل دي مجانية وهنلاحظ كمان انه هو عامل سكيل لالكسا وكمان سكيل للناس اللي عندها جوجل نست او سماعات جوجل فاحنا هنروح ندوس على اليكسا اب وهنا هيطلب منا ان احنا نعمل لوجن بالامازون اكاونت بتاعنا فبعد ما نعمل لوجن هيقول لنا ان السمارت ازان عايز يعمل اكسس للامازون اكاونت فحندوس على اللاو وبعد كده هيتطلب ان احنا ندخل الادرس بتاعنا او العنوان بتاعنا علشان السكيل بتاعت السمارت ازان تقدر تحسب موعيد الادان المزبوطة وبعد كده هيتطلب من احنا نختار طريقة حساب موعيد الادان وهو هنا ما شاء الله يعني حاطت كل الطرق الممكنة فأنا هنا هختار الإيجيبشن وبعد كه طريقة حساب أذان العصر بالذات وهنا فيه اختيارين يقيمة الطريقة الحنفية يقيمة الطريقة الشفعية فإحنا هنسيبها على الشفعي وندوس على Save Settings وبعد كه بيظهر لنا رسالة إن إحنا نسطب السمارت أذان سكيل على تطبيق أليكسا بتاعنا فندوس هنا على Close وهنا زي ما إحنا شايفين تحت بيستعرض موعيد الصلاة في المكان اللي أنا فيه فيه هنا الزرار اسمه Customize أذان فلو دوست عليه ده بيتحلي إن أنا أضبط الـ Settings بتاعت كل أذان اللي واحده يعني مثلا عند أدان الفجر ممكن أبطله أو أشغله وممكن كمان أختار صوت المؤذن فأنا هنا مثلا هختار الشيخ عبد الباصد عبد السمد وكمان ممكن تخلي أليكسا تعملك Reminder 15 دقيقة قبل معادل الأذان وبنفس الطريقة مع كل الصلاوات وفي الآخر خالص هدوس على Save Settings كده إحنا زبطنا الـ Settings بتاعت الأليكسا سكيل بتاعتنا تعالوا بقى نوصلها بمنصة أليكسا بتاعتنا وعشان نعمل الموضوع ده هندخل على تطبيق أليكسا على الموبايل بتاعتنا أنا هنا هفتح الأليكسا أب بتاعي وادوس تحت على More وبعد كده أدوس على Skills and Games وفي Search Bar هدور على Smart as an وادوس على Search هيظهر لسكيل بتاعتي فهدوس عليها وبعد كده هدوس على Enable to Use هيطلب مني برضو إن أنا أدخل الأمازون أكاونت بتاعي وهنا أراعي إن أنا أدخل نفس الأمازون أكاونت اللي أنا ستبت علي للسكيل عشان يتربطه ببعض بعد ما دخلت الأكاونت بيقول لي Account linking in process وفي الآخر هيقول لي Smart as an has been successfully linked ممكن هنا بقى أدوس على Done وبعد كده هيقول لي One Smart as an doorbell found and connected وهنا أدوس على Next بعكاب يقول لي Where is your doorbell هدوس على Skip وفي الآخر أدوس على Done كده تمام وصلنا Alexa skill بتاعتنا بمرسة Alexa فاضل بقى آخر خطوة وهي إن إحنا نعمل الروتين إن لما معاد الأدان ييجي أو معاد الصلاة ييجي Alexa تشغل الأدان تعالوا نشوف هنعمل موضوع ده إزاي فإحنا هنا هندوس على More وبعد كده ندوس على الروتين وندوس فوق علمين على علامة Plus دي عشان نعمل الروتين جديد وهنا أول طلب بيطلب Win يعني لما إيه يحصل فهدوس على Add an event وبعد كده ندوس على Smart Home وبعد كده أنزل عند Smart Azen هدوس عليها When Smart Azen is pressed فهدوس على Save وبعد كده هيقول لي Alexa will يعني Alexa أو سماعات Alexa مفروض تعمل حاجة معينة فهدوس على Add action وبعد كده هدور على Skills أهو لقيتها فهدوس على Skills وبعد كده هدوس على Your Skills وبعد كده هدوس على Smart Azen وهنا هيقول لي Alexa will open Smart Azen فهدوس على Next وهنا هيقول لي Here Alexa from يعني هختار السماعة اللي هتشغل الأدان فهدوس على Choose Device وهنا أختار ال Device اللي عايزها تشتغل وليكن هنا مثلا هختار Dining Room وادوس على Save أنا جربت Smart Azen skill عندي في البيت والأدان بيت ده في معينة المزبوطة بقاله يومين أحب أكرر شكري تاني لصاخب خانة على المجهود العظيم اللي هو عامله ده لكن عموما مش هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعملها بسماعة الالكسا الزكية في البيت الزكي بتاعك لو عايز تعرف استخدمات أكتر لسماعات الالكسا الزكية في البيت الزكي ممكن تتفرج على الحلقة دي ترجمة نانسي قنقر